موسيقى أهلا بكم إلى جولة صحفية جديدة مع أبرز ما طالعتنا به صحف المحلية والعربية والعالمية الصدر صباح اليوم نبدأ هذه الجولة بصحيفة الأهرام التي نطلع منها الرئيس السيسي يصل مدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة العشرين الحرب التجارية والتوترات مع إيران في صدرة جدول أعمال قمة مجموعة العشرين رئيس البرلمان يتجه إلى جيبوتي على رأس وفد برلماني للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لاستقلال جيبوتي من جانبها كتبت صحيفة الأخبار السيسي يشارك في قمة العشرين باليابان مباحثات مع شينزو أبي ولقاءات مع رؤساء الدول والحكومات لدفع التعاون إحباط هجوم إرهابيين على منطقة لتمركزات قوات الشرطة بالعريش رئيس الوزراء تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات مع الجانب الألماني تكليف رئاسي للحكومة بتوطين صناعة السيارات أما صحيفة الشروق فجاءت أبرز عنوينها كالتالي مستشار عسكري هجوم العريش عملية ناجحة في التصدي للإرهاب مساعد وزير الداخلية الأسبق تحية للجيش والشرطة على التعامل الفوري مع الإرهاب مصدر بالتخطيط رفع كفاءة أربعة عشر ألف موظفين بالجهاز الإداري للدولة والآثار تعلن الجمعة تفاصيل اكتشاف مجموعة من القطع الأثرية بالقرب من هرم اللهون بالفيوم وإلى صحيفة الوطن ونطالع الإحصاء 16 و 16% ارتفاع في قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العشرين عمر وردى يعترف بخطأه ويعتذر للجميع محمد صلاح نحن بحاجة للإيمان بالفرص الثانية ويجب معاملة النساء باحترام طوارئ بالسكك الحديدية لمواجهة أعطال القطارات تزامنا مع الموجات الحارة أما صحيفة اليوم السابع فكتبت في عناوينها وزير الدفاع نعتز بالعلاقات التاريخية والراسخة والتعاون المثمر مع روسيا لدعم جهود الأمن والسلم الدوليين الصحة ساعات عمل الأطباء بمنظومة التأمين الجديدة 42 ساعة أسبوعية الأرصاد تقص اليوم شديد والحرارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة مئوية وننتقل إلى مقالات الصحف المحلية ونطالع من صحيفة الأخبار مقالا تحت عنوان مصر في قمة العشرين يقول فيه الكاتب جاءت مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين باليابان بناء على دعوة من رئيس الوزراء الياباني وكانت أسباب هذه الدعوة متعددة ومنها العلاقات القوية سياسيا واقتصاديا التي تربط بين مصر واليابان بالإضافة إلى رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي حيث سيكون الرئيس السيسي متحدثا في قمة العشرين باسم دول قارتنا السمراء والدول النامية فضلا عن استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية ودورها الفاعل منذ تولي الرئيس السيسي الحكم قبل خمس سنوات إلى عنوين الصحف العربية البداية من الشرق الأوسط العهل الأردني يبلغ محمود عباس تمسك عمان بمبادرة السلام العربية الحوثيون يغرقون صنعاء بالأدوية المغشوشة وفرضوا إتوات على الأدوية المهمة استهداف المنشآت الطبية في إدلب يشعل مواجهات كلامية في مجلس الأمن ومن أبرز عنوين صحيفة السياسة الكويتية الفلسطينيون يجددون رفضهم المؤتمر الاقتصادي في البحرين برئاسة الولايات المتحدة عبر احتجاجات في قطاع غزة ومواقف منددة لمسؤولين في رمالة بالضفة الغربية المحتلة المعارضة سورية تجتمع في ريف إدلب وتبحث سبل حل حالة الأزمة نطالع من عنوين الخليج الإماراتية إعلانوا الطوارئ بعد حريق في معمى الكبريت بالموصل ومقتلوا أربع من الشرطة العراقية مستشار البيت الأبيض كوشنر يختتم ورشة المنامة مؤكدا بقاء الباب مفتوحا أمام الفلسطينيين سلطنة عمان تعتزم فتح سفارة في الأراضي الفلسطينية إلى صحيفة الدستور الأردنية التي كتبت الولايات المتحدة تدفع بالشق الاقتصادي لخطة السلام وسط رفض فلسطيني واسع الاحتلال الإسرائيلي يتوغل شرق خان يونس جنوب قطاع غزة مقتل جندي تركي وإصابة خمسة آخرين في هجوم شنه الأكراد شمال غرب سوريا ونقرأ من صحيفة عمان اليوم مقتل تسعة مدنيين من بينهم مسعفان جراء غارات جوية شمال غرب سوريا الرئيس العراقي يرفض تورط بلاده في صراع الإقليمين جديد والتوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة البرلمان اللبناني ينتخب نصف أعضاء المجلس الدستوري وسط انتقادات المعارضة وفي مقال لها ألقت صحيفة القدس الضوء على أهمية وحدة الموقف العربي والفلسطيني في مواجهة صفقة القرن وكتب تحت عنوان الصفقة الاقتصادية مؤامرة واضحة صفقة القرن ليس بها أي إيجابيات واقعية بل هي مؤامرة واضحة على الشعب الفلسطيني فمحاولة فصل الاقتصاد عن السياسة وتقديم خطة اقتصادية ظاهرها لتحسين حياة الفلسطينيين وباطنها لتصفية القضية الفلسطينية مكشوفة بامتياز ولا يصح أن يتم اعطاه أي إشارة إيجابية نحو مثل هذه المحاولة البائسة بل لا بد من الوعي والتضافر العربي والفلسطيني لإنقاذ القضية الأم في العالم العربي إلى صحف العالمية ونقرأ من نوموند الفرنسية إمانويل مكرون في اليابان لتعزيز محور الهند والمحيط الهادي المدعى العام الأمريكي روبرت مولر يدلي بشهاداتها أمام الكونجرس حول التدخلات الروسية في الانتخابات الأمريكية صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بدورها رصدت خلال المناظرة الأولى الديمقراطيون يوجهون انتقادات صارخة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاقتصاد والهجرة المرشد الأعلى الإيراني تعهد بعدم الاستسلام للعقوبات الأمريكية ومن الصحف الإسرائيلية نطالع من جرازلين بوست المبعوث الإيراني لدى الأمم المتحدة يؤكد إيران لن تتحمل عبء المحافظة على الصفقة النووية وإردوغان يقول إن ترامب قد يزورها في يوليو القادم كوشنريا تعهد بضع خطة سياسية للنزاع في الشرق الأوسط في الوقت المناسب صحيفة الباييس الإسبانية جاءت أبرز عنوينها كالتالي الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة تسيطر على مجموعة العشرين بوريس جونسون يحاول تصويب حملته مع وعد بريكزيت سفينات إنسانية تتحدى وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سالفيني وتدخل المياه الإيطالية السفينات تذهب إلى لمبيدوسا وتواجه احتمال مواجهة غرامات جنائية تصل إلى خمسين ألف يورو إلى صحيفة ديفليت الألمانية التي كتبت في العشرين من يناير 2012 سنقول وداعا لترامب التمرد يبدأ ضد سياسات أردوغان إيرلندا تضع سيناريوهين لبريكزيت لأول مرة التعداد السكاني يرتفع لأكثر من 83 مليون شخص يعيشون في ألمانيا إعلان إيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق العودة إلى العمل السياسي كانت محور مقال بصحيفة ديلي تليجراف البريطانية وقالت باراك البالغ من العمر 77 عاما والذي ابتعد عن السياسة بعد توليه رئاسة الوزراء حتى عام 2001 أعلن رغبته في العودة للعمل السياسي لمحاولة إلحاق الهزيمة برئيس الوزراء المنتهي ولايته بنيمين نتنياهو وإبعاده عن سدة الحكم باراك أعلن خلال منتمر صحفي تدشين حزب سياسي جديد يقوم على تحالف أحزاب الوسط واليسار الإسرائيلي فنتنياهو فشل في تشكيل حكومة ائتلافية جديدة وهو أمر غير مسبوق في تاريخ البلاد ويرى المراقبون أن إعلان باراك هذا يعد خطوة نحو المزيد من الفوضى على الساحة السياسية الإسرائيلية ختاب جولتنا الصحفية إلى اللقاء اشتركوا في القناة